من بغداد معنا الباحث السياسي زياد العرر سيد زياد مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه بداية هل هناك من معلومات متوفرة عن أوضاع المغيبين الذين نقلهم تنظيم داعش إلى سوريا ماذا صنع بهم أين يحتفظ بهم هل هناك من معلومات مساء الخير سيد محمد حقيقة محزن كلام هذه المرأة التي ظهرت في التقرير عراقية تناشد أن تعرف مصير ابنها فقط تقول أريد أن أعرف حيا كان أم ميتا نعم هناك معلومات تواترت في بداية احتلال داعش لمحافظة الأنبار في السنة الأولى من احتلاله على أنه قام بنقل عديد من المعتقلين ليس فقط من القائم من الرمادي والخالدية والفلوجة وقصبات ومدن أخرى قام باقتيادهم إلى الأراضي السورية لأنه كان يحاول أن يضعهم في أماكن لا يفكروا بالهرب منها ولا يفكر أحد باقتحام هذه السجون أي أنه أخذ سجناء من العراق أرسلهم إلى سوريا وأرسل سجناء من سوريا إلى العراق لكن تعرف حضرتك بعد أن تمت العمليات التحرير في الأنبار وتمت ملاحقة داعش في الأراضي السورية وخسر العديد من مواطنه في سوريا مصير هؤلاء مجهول فعلا والخشي أنه يكون قد تخلص منهم أو قام بقتلهم ونتوقع أن نجد مقابر جماعية إذا ما انحصرت تنظيم داعش بشكل عام عن الأراضي السورية الآن تجري عمليات بحث في داخل الأراضي العراقية بين فترة وأخرى في قرى وقصبات نائية في مناطق قوات العسكرية عندما تقوم بعمليات تمشيط أيضا تبحث فيما إذا ما وجدت شيء يدل على وجود مقابر جماعية لأن هناك احتمالية أنه قام بدفن أو قتل العديد من العراقيين الذين اعتقلهم في المناطق المحصورة ما بين صحراء الأنبار وما بين الأراضي السورية وبالتالي كل المعلومات المتوفرة هي أخبار أخبار ترد من المعتقليين ومن كان مع التنظيم لكنها ليست أخبار رسمية نعم طيب من المسؤول عن متابعة هذا الملف هل هي الحكومة العراقية الحكومة السورية الأمم المتحدة هل هناك من جهد يبذل للكشف عن مصيرهم يعني بالنسبة إذا نتحدث عن ثلاثة الحكومة السورية هي المعنية على أراضيها بالتأكيد لكن هل تستطيع الحكومة السورية في هذه المرحلة لا أتصور ما زالت الأوضاع في سوريا تحتاج إلى وقت طويل للإستقرار أما الحكومة العراقية فبالتأكيد هي معنية عن البحث عن جميع المختطفين وفق الدستور والقانون العراقي لكن السادة محمد نحن عندنا مختطفين داخل الأراضي العراقية ليس داخل الأراضي السورية الحكومة غير قادرة عن الكشف عن مصيرهم مجلس محافظة الأنبار قدم كتاب رسمي إلى الحكومة العراقية السابقة وقبل خمسة أشهر طالب أهالي المختطفين رئيس الوزراء الحالي سيد كاظمي بالكشف عن مصير المعتقلين داخل العراق القضية فيها صبغة سياسية وفيها وضع محرج هناك مبدأ القوة وفرض الرأي على المشهد العراقي لذلك لا تستطيع أن نقول الحكومة هي مسؤولة لكن هل هي قادرة في هذه المرحلة أعتقد أنها ليست قادرة على أن تعطي كل الحقائق والقوى السياسية تعرف ما جرى وتعرف ماذا يجري هناك لجان تشكلت أكثر من لجنة في زمن حكومة السيد العبادي والسيد عبد المهدي وحتى في زمن حكومة السيد الكاظمي أما الأمم المتحدة قامت بجهد كبير وشكلت لجان وذهبت إلى السقلاوية والقائم وإلى الأنبار وصلاح الدين وأعطت كل ما لديها من المعلومات للحكومة العراقية لأن الحكومة هي التي تنفذ باختصار هناك من يتحدث من أهالي المغيبين بأن ضغوطات تمارس عليهم لطي هذا الملف لنسيان هذا الملف كيف تعلق باختصار لا توجد ضغوطات مباشرة على ذوي الضحايا توجد ضغوطات سياسية على القوى السياسية السنية بشكل عام بأن لا تفتح هذا الموضوع ولذلك المواطن الذي عنده مغيب يطالب بأن فقط يصرح عن مصيره ميت حاي معتقل أين هو حتى تنتهي هذه الأزمة تعرف عندهم عوائل وبهم موظفين حتى رواتبهم متوقفت لحد الألم تصرف يعني نعم من بغداد الباحث السياسي زيادة العرار شكرا جزيلا لك